أعود إلى ضيفي من بيروت رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة أهلا بك دولة الرئيس استمعنا إلى كلام نتنياهو على ما يبدو الرد سيكون حتميا ويقال بأنه سيكون قاسيا بخلاف الضربات الأخرى وبنفس الوقت هناك تحذيرات دولية من اتساع هذا الرد ليصبح حربا شاملة هل تعتقد بأن الرد الإسرائيلي سيلتزم قواعد الاشتباك؟ بداية تحياتي لك ولجميع المشاهدين وأيضا لا بد لنا من أن نسأل للشهداء الذين سقطوا في هذه الجريمة الفضيعة الرحمة والمغفرة وللجرحة أيضا الشفاء العاجل مما لا شك فيه أن هذه المذبحة سوف ربما تتسبب بتداعيات خطيرة إذا لم يجري لجمها أو لجم ودات الفعل بتداعيات خطيرة على أكثر من صعيد في لبنان وفي المنطقة ولذلك وقبل الدخول في تفاصيل هذه التهديدات لا بد الآن من أن يصار إلى إجراء تحقيق موضوعي شفاف غير منتزم بالموقف الإسرائيلي لأن لا نسمع الآن إلا الرواية الإسرائيلية وبالتالي هذا الجريمة بحد ذاتها هل هي جريمة فعليا ارتكبها حزب الله أم أنها ارتكبت من طرف آخر وهل هذه القذيفة انطلقت من لبنان أو من مكان آخر ومن هو المستفيد من هذه الجريمة في أنها جرى التسبب بهذه المجموعة من الشهداء الأبرياء في منطقة هناك إشكالات في هذه المنطقة يتود إسرائيل دائما أن تخلق إشكالات في هذه المنطقة في علاقتها مع أبناء الطائفة الدرزية في هذه المنطقة ولسيما أن هناك من يقول بأنه يجب أن يستمر يعني مشاركة أبناء هذه الطائفة في الجيش الإسرائيلي وهناك من يرفض فبالتالي هناك مشكلات وهذا الأمر يستدعي أن يصار إلى إجراء تحقيق تشرب تجريه الأمم المتحدة الإندوف أو أنه بالتعاون مع طرف الأمم المتحدة ترسله حتى يصار إلى جلاء الأمور حتى لا تبقى هناك رواية واحدة نحن نعلم أن إسرائيل بالعام 82 تسببت بعملية جرت في لندن لأحد السفراء الإسرائيليين في المنطقة المتحدة والذي كان من نتجتها أن إسرائيل اتخذتها ذريعة من أجل ولكن دولة الرئيس هل تعتقد أنه بالظروف الراهنة إسرائيل بحاجة في ما لو أرادت لو سلمنا جدلا بأن حزب الله ليس هو المعني بهذه الهجمات وأن إسرائيل هي من قامت بها من أجل إيجاد ذريعة هل هي بحاجة لذريعة من أجل توسيع أو ضرب حزب الله بطريقة قاسية ما هي تقوم بذلك يوميا ولديها كل الزرائع بسبب الضربات المتبادلة بينها وبين حزب الله من دون شك ولكن نجب أن لا ننسى أمرا أساسيا أننا إذا نظرنا إلى تصريحات جميع الأطراف المعنية في هذا الاشتباك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعبران يوميا أنهما لا يريدان توسيع نطاق المعركة إيران وحزب الله يصرحان بطريقة أو بأخرى بأنهما لا يريدان توسيع نطاق هذه المعركة إذن من هو المستفيد من هذه العملية؟ هل هو فعليا طرف آخر؟ ما نوعية الصاروخ الذي أرسل؟ وحقيقة يمكن بالنظر إلى موقع السقوط القذيفة؟ ماشي كويس هل هذا هو إيراني؟ وبالتالي أم أنه جرى تهريبه؟ أنا أود أن أؤشر أن هناك أمورا عديدة ينبغي جلاؤها لا أستطيع أن أقوم بعمليات اتهامات وليس لدينا المعلومات ينبغي أن يكون في هذا الأمر الذي يهدد السلم والأهلي في المنطقة السلم الأهلي والسلم الدولي في المنطقة الشرق الأوسط ككل أن لا يصار إلى جلاء الأمور بتحقيق شفاف وموضوعي وبعيدا عن التحييز عمليا كلنا نعلم بأن أحد الأطراف الأساسيين الذين يريدون أن تتوسع إطاع المعركة وأن يخوض المعركة ناتنياهو شخصيا وأيضا المتطرفين في إسرائيل الذين لا ينفكون يؤكدون على ضرورة أن يصار إلى توسع المعركة وبالتالي خوض المعركة وبالتالي تحقيق هذه المعركة ضد حزب الله أنا أقول هذا الكلام مع التأكيد أنه ليس خاف على أحد أنا شخصيا في اليوم الثامن من أكتوبر أي قبل تسعة أشهر ونيف مثل في اليوم الثاني لطوافان الأقصى قلت وبصراحة شديدة أن طوافان الأقصى كان مهما لأنه يستعيد القضية الفلسطينية إلى الطغلة وأن القضية الفلسطينية تحفر عميقا في ضمائر العربي والمسلمين وأنها غير قابلة لا لبيع ولا للاشتراء ولا للتصفية ولكن بالرغم من ذلك كله كان موقفي واضحا جدا بأن لبنان لا يستطيع أن ينخلط فيه مثل هذه المعركة العسكرية لأسباب عديدة الظروف التي كانت سائدة في العام 2006 لم تعد سائدة اليوم بتاريخ 8 أكتوبر كما أنها ليست سائدة اليوم لبنان ما يزال يعيش أزمي وقد ذكرت ذلك بوضوح أزمة سياسية ووطنية بأننا لم نستطع أن ننتخل برئيس جمهورية وما زلنا حتى الآن لا نستطيع أن ننتخل برئيس جمهورية وبالتالي نحن نعلم موقف حزب الله من هذه العملية أعود إلى ضيفي من بيروت رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السانيورة دولة الرئيس كيف يمكن للبنان الرسمي أن يتعاطى مع هذه التطورات رأينا منذ قليل بأنه كان هناك اتصالات مع الجانب الأمريكي وحثوه على أن لا تتوسع إسرائيل في ردها أيضا بعض النواب تقدموا بعريضة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري طلبوه فيه بدعوة الحكومة إلى عقد جلسة استثنائية من أجل مناقشة هذه التطورات وحتى الآن لم يصار إلى التعاطي بإيجابية مع طلبهم باعتقادك هل يمكن للبنان الرسمي القيام بأي شيء أم أنه مكبل إلى النهاية وكما قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية دولة فاشلة اجتاحتها إيران نعم من المفيد سيدتي أن أعود أن أذكر جميع المشاهدين أنه في العام 2006 عندما اجتاحت إسرائيل لبنان في تلك الأوينة كان مطلبي وأنا كنت رئيس الحكومة أن نجد حلا نهائيا لهذه المشكلة وهي في أن نجد حلا لمشكلة مزارع شبعة والتي هي مزارع ليست إسرائيلية وهي إما سورية وإما لبنانية لبنان يقول أنها مزارع لبنانية وبالتالي يجب أن تنسحب إسرائيل منها المشكلة في ذلك أن من وقف ضد مقولة آنذاك بأن يصار إلى وضع مزارع شبعة بعهدة الأمم المتحدة غيثما يصار بك إلى بك الأمر ما بين لبنان وسوريا لمن تعود السيادة على هذه الأراضي هذا الأمر كان هو الذريعة التي كان يعتمدها ولا يزال يعتمدها حزب الله من أجل المحافظة على سلاحه وبالتالي من الغرابة في الأمور أن الولايات المتحدة وإسرائيل رفضت الموقف الذي كنت أتخذه وأصر عليه أنذاك ومن طرف آخر رفضت إيران وسوريا وحزب الله ما كنت أعرضه في هذا الشأن نحن الآن وصلنا إلى هنا هذه القضية نحن الآن نعاني نعم من وجود عملية ما يسمى اختطاف للدولة اللبنانية من قبل حزب الله وإيران موجود هذه نعم وهذا الأمر لا يسأل عنه لبنان عمليا يسأل من دفع لبنان إلى هذا الموقع الذي أصبحنا فيه ولكن نحن اليوم هنا من دفع لبنان إلى هذا الموقع؟ لبنان يجب أن يدافع عن نفسه قدر ما ذكرت لك هذا الأمر عندما جرت العملية التي جرت آنذاك عبر الخط الأزرق في 12 تموز 2006 بعد تأكيدات من قبل حزب الله والسيد حسن نصر الله شخصيا بأنه لن تحدث أي عمليات وإن حدثت فهي تكون لأغراض تذكرية وفي منطقة مزارع شبعة الأمر الذي حصل في 12 تموز كان إعطاء ذريع على إسرائيل وبالتالي كانت تنتظرها لأجل دخول إلى لبنان وبالتالي لإجتياحه آنذاك كنت أنا رئيس الحكومة كما ذكرت وطالبت بأن نجد حلا نهائيا من أجل أن لا تتكرر مثل هذه العمليات بأن يستعيد لبنان السيادته على منطقة مزارع شبعة الذي رفض آنذاك الخمسة الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وكذلك أيضا إيران وسوريا وحزب الله نحن اليوم هنا وبالتالي نعم أن هناك تسلطا من قبل حزب الله على الدولة اللبنانية وبالتالي كلنا نعلم بأن عندما تدخل حزب الله بيوم الثامن من أكتوبر كان موقفي أنا بوضوح معارضة أن يصار إلى ما يسمى إقحام لبنان في هذه المعركة لا هيك عن ذلك بأن ليس هناك من موقف لبناني عارم على العكس فيه هناك من يريدون هذا التدخل هذا رأيهم ولكن الأغلبية الكثرة من اللبنانيين لا تريد أن يقحم لبنان لأسباب عديدة أنه لبنان لا يستطيع أن يتحمل أن يتحمل أن يصار إلى التورط في مثل هذا الأمر نحن اليوم نشهد بعد هذا التحرش من كان وراءه من هو المستفيد من ذلك هذا الأمر الذي أطالب بأن يصار إلى التحقيق فيه لكن هذا الأمر الحكومة اللبنانية جل ما تستطيعه الآن من خلال الاتصالات التي تجري والتي على الأقل كما يبدو لنا أن هناك orchestrated retaliation يعني بدت فعل مضبوطة متولات من قبل المعنيين ما بين إسرائيل وما بين حزب الله بطريقة أو بخرى على النسق ربما الذي حصل قبل فترة مع إيران هل يمكن لذلك أن يكون مدخلا لإجبار حزب الله على الالتزام بالـ 1701 والعودة إلى ما وراء الليطاني؟ أنا خلينا أقول شغلية حتى نكون واضحين أن عدم تطبيق القرار 1701 بشكل سليم لا يعود فقط لحزب الله ولكن أيضا يعود لإسرائيل كلاهما لم يطبق هذا القرار القرار ينص على أن لا يكون هناك سلاحا ثقيلا في منطقة جنوب الليطاني هذا القرار هو واضح وصريح وأن قوات الأمم المتحدة لديها الصلاحية في أن تجوب في المنطقة للتفتيش عن إن كان في وجود أسلحة ثقيلي لا ينص القرار أن يكون هناك أشخاص ولو كانوا متابعين لحزب الله ولكن من سكان تلك المناطق لم ينص القرار على انسحاب هؤلاء المجموعات القرار ينص على عدم وجود السلاح الثقيل هذا هو المشكلة طبيعي أن يرد الأمور أن هناك فقط مخالفة للقرارة السعمية واحد من حزب الله وحده هذا غير صحيح هناك مخالفة مستمرة ترتكبها إسرائيل وأنها لم تطبق القرارة السعمية واحد دولة الرئيس أيضا هناك تقارير تتحدث عن أن الوضع الميداني تغير كثيرا منذ عام 2006 أنفاق حزب الله لم تعد تقتصر على الضاحية وبيروت والبقاع وإنما امتدت إلى كل المناطق اللبنانية بالمستقبل ما الذي يجب فعله لتفادي طورية كافة المناطق اللبنانية بأي حرب قد تشنها إسرائيل بسبب وجود هذه الأنفاق نعم خلينا نكون واضحين أثبتت الأيام أن المعالجات التسكينية بالمراهم أثبتت أنها غير ذات جدوى وأنها لا تستطيع أن تحل المشكلة نعود مرة جديدة أن هذه العملية التي قامت بها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر وكل عمليات الإبادة الجماعية والتهجير والتدمير المنهجي والقتل بهذا الشكل والتجويع وكل ذلك لم يؤدي إلى نتيجة هذه الاشتبالات التي تتم عبر الحدود اللبنانية مع فلسطين محتلة مع إسرائيل ما هو مستمر ولم يؤدي إلى نتيجة الآن يجب أن يكون هناك وجهة نظر واضحة في العالم أن هذه القضية كل ما استمرت كل ما تتؤدي إلى مزيد من ما يسمى التشنج والكره وبالتالي اللجوء إلى التشدد والتعصد هذه الأمر لا تحل المشكلات أنا أعتقد أن هناك قد آم الأوان لأن يطرح هذا الأمر على الصعيد الدولي أن هذا الأمر إذا استمر فسيؤدي إلى بهذه الظروف التي نعيشها في العالم وهذا التشدد الذي نلحظه هنا وهناك من الانتخابات التي جرت في أوروبا وتجهة الولايات المتحدة بأن هناك تشددا متزايدا وإيجاد محاور هذا الأمر إذا كان هناك من دور يجب أن يقوم فيه الغرب اليوم أن يتجه باتجاه إيجاد حل حقيقي ودائم عبر السياسة وعبر الاتصالات من أجل توقف هذه الحروب المشتعلة شكرا لك رئيس الوزراء الأسباق كنت معنا مباشرة من بيروت اشتركوا في القناة